ازاكم يا شباب عامليني اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية في دولة ايطاليا. المنحة دي مقدمة تحديدا من جامعة بادوفا. طبعا كلكم شفتوا الاعلانات عن المنحة وشفتوا ان المنحة متاحة للطلاب اللي عايزين يدرسوا باكلاريوس وعايزين يدرسوا ماجستير. ولكن انا في الفيديو ده هوضح لك المنحة امتى هتكون متاحة للباكلاريوس وامتى هتكون متاحة للماجستير. واحنا ينفع نقدم على اي مرحلة دراسية دلوقتي. وهي هي المرحلة الدراسية اللي هنقدر نقدم عليها بعدين. الفيديو بتاعنا هنتعرف على تفاصيل المنحة الكليات الموجودة في المنحة المميزات الخاصة بالمنحة وكمان المساعدات اللي هكون مطلوبة. وشرح طريقة التقديم خطوة بخطوة فلو نتعسي استفيد من الفيديو. تابع الفيديو من البداية للنهاية. لو عندك اي سؤال وايس في سرعة ما مذكرتوش في الفيديو بتاعنا. اتفضل سيفه في كومنتات وانا ارد عليه. وانا ارد في نهاية الفيديو ما تنساش تدعونا بلايك وتامسة بسكرا باشتراك في قناة فعل الجرس. نعمل منك لجودة اللي بنحاول قدامها. ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا. ازايكم يا شباب مرة تانية زي ما قلنا انا نتكلم عن منحة جامعة بدوفا للدراسة في ايطاليا. وطبعا زي ما احنا متعودين قبل ما بدأ شرح طريقة التقديم. خلينا نعرف مع بعض ايه هي مميزات وتفاصيل المنحة بتاعتنا بالنسبة للدولة المستضيفة ايطاليا. الجهة المنحة واسمها جامعة المقرر الدراسة بها جامعة بدوفا. مراحلة الدراسية اللي تقدر تقدم عليها تحصل فيها على درجة علمية. زي ما قلت لك في بداية الفيديو ان المنحة انتو شفتوا ان هي متاحة ولكن المنحة حاليا فتحة البرامج والتحصات بتاعتها ولكن بالنسبة لسه المرحلة اللي هتفتح للبكاليوز لسه ما بدأتش. ولكن بمجرد ما تبدأ هتلاقيين بعمل لك فيديو بشرح لك اني المنحة فتحت للبكاليوز وتقدر تقدم عليها. ولكن لو انت عايز تستفيد من الفيديو لو انت طالب عايز تدرس بكاليوز لازم تشوف طريقة التقديم والمستندات المطلوبة ازاي تقدم عشان الخاطر لما تفتح للبكاليوز تكون عارف انت هتقدر تقدم ازاي. بالنسبة للناس اللي هتسأل وتقول المنحة متاحة للدكتوراه ولا لا اصلحنا شفنا اعلانات بتقول ان المنحة متاحة للدكتوراه الكلام ده كله غلط والدليل لما نفتح الخاص بالمنحة الخاص بالتعديم مش هتلاقي اصلا اي برامج متاحة للدكتوراه نهائيا وكلام ده كلها هروولك بعينك واحنا بنشرح طريق التعديم يبقى المنحة دي متاحة حاليا فقط للطلاب اللي عايزين يدرسوا بالنسبة للبكاليريوس لسه هتفتح ولو فتحت للدكتوراه هقول لك ما تقلقش من حاجة تمام هنا بالنسبة نيني يقدر يقدم على المنحة يمكن لجميع الطلاب من جميع الحال العالم بالأخص جميع الطلاب العربي للفراج على قناة دكتوري المنح سؤال من مصر من تونس من ليبيا من الجزار المغرب اي دولة عربية من سوريا من لبنان من اي دولة عربية فانت بتقدر تقدم على المنحة دي تمام ببريس ان محدد للتعديم شهادة اللغة الانجليزية مش من المتطلبات الاجبارية وانا هنا بقول لك مش من المتطلبات الاجبارية. يعني لو انت معك شهادة لغة انجليزية بتقدر ترفقها في الخاص بالمنحة. لو مش معك ما فيش اي مشكلة. اخر معادي للتعديمه يكون اتنين فبراير عشرين اتنين وعشرين. في بعض الملحوظات الهمة لو بتاع ستقدم على المنحة دراسية بنفسك فانت بتقدر تتعب خطوات الشرعة التفصلة بتقدمها على القناة دكتوري المنحة. كالعادة لو انت ستسفيد من خدماتنا ستتقدم على منحة دراسية. تجهيز مساندة التوارجمة مساندة تلاقي اللغة. كل عليك ان انت بتاني خاص بنا. بتلاقي لينك بتاع موجود ستاندول واصف ازفر كل فيديو من بداية نافرية تعديمات. قناة دكتوري المنحة يبدأ تواصل معك. في حالة ملاك بطريقة صحيحة. وكمان ما تنساش تشترك في جروباتنا الفيسبوك واتساب وتليجرام للمتابعة كل ما يخص المنح اول باول. طيب هنيجي بعد كده هنا بالنسبة لكليات والتخاصات المتاح التقديم عليها. بتلاقي هنا كاتبهم لكلهم اسم القليات بالتخاصات اللي هكون موجودة فيها. زي ما موجودين على موقع الرسم الخاص بالمنحة بتلاقيهم موجودين هنا على الخاص بقناة دكتوري المنحة ولكن باللغة العربية. ادي اسم القليات التخاصات اللي فيها. القليات التانية والتخاصات. الهندسة والتخاصات العلوم الانسانية والطب علم النفس كل ده. بتلاقي موجود بالتخاصات موجود هنا قدامك ومكتوب قدامك. تمام? طب هي مميزات المنحة بتاعتنا والتوميل المنحة بضغطي لك جامعة تكليف الدراسة بتوفر لك راتب شعري تمام? خلي بالك انت لما تدخل دولة ايطاليا دولة ايطاليا زي ما كلكم عارفين ان هي دولة من دول الاتحاد الاوروبي. فبالتالي انت بتحصل على الفيزا شنجن. طبعا الفيزا شنجن دي بتمكنك ان انت تدخل وتسافر اي دولة اوروبية بدون اي مشكلة. فدي من المميزات طبعا اللي انت وردها تحصل علىها بمجرد ما تحصل على الفيزا للدراسة في دولة ايطاليا تمام? المستندات اللي هكون مطلوبة منك طبعا تملأ الخاص بالمنحة. صورة منجازة السفر او بطاعة الهوايا الشخصية. بقى انت دراجات وشهد التحرك اخر موال دراسي. حصلت عليه طبعا طالما بنتكلم عن المجلس سيري وبقى شهد التحرك وبين دراجات الباكالوريوس ولو انت في اخر سنة في الباكالوريوس يبقى بين دراجات سنوات الدراسية السابقة بتاعتك في الباكالوريوس ويثباتي دول ان انت في اخر سنة في الباكالوريوس. السيرة الزيتاء الخطاب التحفيزي خطابات بتاوصيبت لاني انا سايب لك لينك هات للفيديوهات. باش راح لك فيها كيفية كتابة السيرة الزيتاء والخطاب التحفيزي بشكل كديم واحترافه بمثال وهنا لو انت عايز تغراف كل حاجة عن خطاب بتاوصيبت لاني سايب لك لينك الفيديو هنا. طبعا زي ما قلنا شهادة اللغة لو معك بتقدر ترفيقها لو مش معك ما فيش اي مشكلة. هنا في ملحوظة مهمة طبعا زي ما قلت لك ان جميع البيانات المتخلة في واي منها لازم يكون باللغة الانجليزية وجميع المستندات لازم تكون مترجمة للغة الانجليزية. ونوهت قبل كده وقلت لو انت معك مستند مكتوب باللغة العربية ونفس الورقة مكتوب فيها باللغة الانجليزية يعني الورقة فيها عرب وانجليزي. الكلام موجود بالعربي كل مترجمة للانجليزي بينفع تقدم المستند ده بدون ترجمة. تمام? طيب هنا في برضو ملحوظة مهمة. ان ده هيطلب منك رسوم تقديم. رسوم تقديم ده تلاتين يورو. تمام? ده خاص بالخاص بالمنحة. ليه بيكون في رسوم للناس بتسأل ان في بعض الطلاب اللي بيدخل خاص بالمنحة لمجرد ملء ويعمل وده بيعمل عبا على الناس اللي بترجع المنح دي فبالتالي هم بيحطوا رسوم بحيس لو انت فعلا اوراقك والبيانات بتاعتك متخلة بشكل صحيح فانت بالتالي هتكون دافع تلاتين يورو وعارف ان انت مدخل البيانات بتاعتك بشكل صحيح ولكن لو انت مش جات في التهديم فبالتالي مش هتدفع الرسوم. تمام? هنا في بعض المنحة الاخرى تم شارعها قناة الدكتورية المنحة لتقدر تطلع عليها البكررس ومجلسور الدكتوراه والعديد منها مش بيطلب منك شهادة ايجادة لغة. تمام? ده الموقع الرسمة خاصة المنحة لو انت عايز تدخل عليها هتلاقي كل حاجة تخص المنحة المقدمة من جامعة بادوفا. علشان ما تقولش عليك وقت الفيديو اقرأ من هنا براحتك اللي انت عايزه هنيجي مع بعض هنا للتقديم عن منحة مباشرة بتفتح معنا الصفحة دي. بتيجي انا معي ادي الموجودة قدامك. لو جينا نضغط عليها ونعمل مش هتلاقي برامج مفتوحة. لسه هتبدأ بداية من سبع يناير عشرين اتنين وعشرين. تمام? علشان كده قلت لك لو انت اطلب باكالوريوس اتفرج على الفيديو عشان تستفاد من كل حاجة وتستفاد من شرح طريقة التقديم اللي هتكون هي هي بالنسبة ليه. طيب بعد كده بالنسبة لمواصر اللي ضغطنا هنا على بيتلاقي هنا كل البرامج الخاصة بمتاح التقديم عليها وقدي البرامج هنا قدامها كلها. خلي بالك من حاجة مهمة قلت لك لما ندخل على منحة هقول لك ان ما فيش دكتوراه. ادي هنا ما فيش اي حاجة تخص الدكتوراه او اللي هي تمام? طيب هنا اختارنا ماستر ديجري ممكن نختار لغات الدراسة مسلا بالايطالي والانجليزي بعد كده بتطلع علينا برامج هنا بتبدأ تختار التخصص اللي انت عايزه ايا كان ايه لو انت عايز تطلع على كل حاجة تخص التخصص تقدر تضغط عليه وتعرى عنه. بتشوف البرنامج اللي انت عايز تقدم فيه ايا كان مسلا اي حاجة بتضغط على تمام? مجرد ما تضغط على لو انت مش مسجل قبل كده بتضغط على وبتبدأ تدخل للبريد الالكتروني الخاص بيك كلمة السر اللي انت عايزه تروح على البريد الالكتروني الخاص بيك تماشط الحساب بتاعك وترجع هنا مرة تانية بتبدأ تكتب البريد الالكتروني الخاص بيك كونتونيو بعد كده كلمة السر وبتعمل لوجن وبتدخل على خاص بيك زي ما نشوف مع بعض دلوقت. طيب دي اول صفحة هتلاقيها فتحت معك بتاعك. طبعا احنا مطلوب مننا ان احنا نملك كل الخنات دي. طبعا البرنامج اللي انت اخترته هنا هتلاقيه موجود. لو انت عايز تضيف برنامج تاني بتضغط على وبيبدأ يفتح معك البرامج وتختار برنامج تاني لو انت عايز تعدم عليه تمام. بعد ما خلصنا هنا بتضغط على سيف بعد كده او بتيجي هنا على بتاعك. طبعا تغلط تضغط على صمت غير لما تخلص بتاعك. تمام لان انت مجرد ما ضغطت على صمت. خلاص انت من بتقدر تعدل اي حاجة. بتيجي في الجهز الخاص بالبروفايل انت هنا بتبدأ تدخل معلومات شخصية عنك زي اسمك اسم العائلة بيانات جواز السفر بتاعك رقم جواز السفر تاريخ الاصدار تاريخ الانتهاء. دولة اصدار جواز السفر. بعد كده هنا بتيجي بتكتبه جنسية بتاعتك تاريخ ميلادك وبيانات عن دولة الميلاد ومكان الميلاد. بتيجي هنا انت تبدأ تختار ان انت مواطن مش من دول الاتحاد الاوروبي. بعد كده بترفق له صورة خاصة بيك هنا بتضغط على بيدخلك على الجوز الخاص بالكونتاكس. تبدأ تدخل بيانات عن لايكترونية حاس بيك الرقم بالبوعل بتاعك عنوان. لمنزل بتاعك اسم الشارع رقم المنزل المحافظة بالبستر كود كوي الدولة بعد كده بعد كده بيدخلك على الجوز الخاص. جوز ده تبدأ تدخل عن التعليم السابق بتاعك لو انت بتقدم على باكراريوس لما يفتح لالباكراريوس طبعا بتدخل بيانات السانوية العامة. وانت بتقدم على المجلس سيرة دخل بيانات السنوية العامة ودخل بيانات الباكالوريوس تمام برمى بتملأ كل الخانات المطلوبة منها اسم المدرسة تاريخ التخرج والتاريخ المطاقة نتتخرج فيه وهكذا اسم الجامعة البرنامج كنت بتدرسه الدولة كنت بتدرس فيها تاريخ اصدار شهادة التخرج وكل البيانات الموجودة هنا قدامك وكمان التهدير وكل حاجة بتيجي بعد كده بتضغط على بعد كده بيجي دخلك على الجوزة الخاصة باللانجوجيز وخلي بقى لك انا قلت لك هنا هتملأ البيانات الخاصة بالمدرسة السنوية والبيانات الخاصة لو انت بتقدم على بعد كده هنيجي في الجوزة الخاص باللانجوجيز بتضغط عليه هنا بيقول لك انت هنا بتبدأ تختار اللغة اللي انت بتحدثها في الدولة بتاعتك لو بتتحدث اللغات اخرى بتضغط على بتختار اللغة التانية انت بتحدثها وهنا بيقول لك انت بتبدأ تختار مستوىك في اللغة التانية لو بتحدث لغة تالتة رابع. بتفضل تضغط على لغاية ما تدخل كل اللغات اللي انت بتتكلمها. بعد كده هدخل لك الجزء الخاص بالدوكيومنتز انت انا بتلاقي لسه ما تفتحش قدامك الجزء الخاص بالدوكيومنتز انت هتلاقي موجود في الجزء الخاص بالشيكليس. تمام? في الجزء ده طبعا انت بيكون مطلوب منك ترفق له كل المستمدلات اللي احنا ذكرناها. السيرة ذاتية جواز السفر طبعا اثبات الدفع. كل حاجة انت معك كمان هيكون طالب منك هنا الخطاب التحفيزي. كل الحاجات اللي هي معك انت لازم ترفقها زي ما ذكرناها. الحاجات دي بتكون مطلوبة منك بشكل اجباري. اللي عليها العلامة الصفرة في علامة التعجب دي بتكون بشكل اختياري. تمام? طبعا انت هنا بتبدأ ترفق له كل المستندات اللي هتكون مطلوبة منك. فقط باللغة الانجليزية. تمام? طيب هنا في الجزء الخاص بالاظرز انت لو ضغطت عليه هنا بيقول لك دي معلومات اضافية. لو انت بتعاني من اي حاجة لقدر الله. انت بتبدأ هنا تقول له هي الحاجة اللي انت بتعاني منها. تمام? بعد كده هنا انت بتيجي بيقول لك انت زي عرفت عن المنحة بتاعتنا علشان خاطر تعدم عليها. بتختار اي حاجة من دول فيسبوك اي حاجة انت عايزة بتبدأ تختارها. بعد كده هنا بيقول لك لو انت محتاج حاجات خاصة بتفتع السامو بتختار ايه ولكنتك زياد مشا لو انت هتتوصل معهم وتقول لهم الحاجات اللي انت ممكن تكون محتاجة خاصة بيك تمام? بعد ما متخلص ومالية كل حاجة تخص خاص بجامعة بعد كده بتعمل بتنتظر منهم رد وتشوف هما هيكون ردهم ايه? بالنسبة لاعتبارك في منحة درسية. وبكده هنكون خلصة شارحة طريقة التديم عن منحة مقدمة من جامعة تمنى لكم التوفيق. يا ريت ما تنساش تدعم نابلايك وتعمل سبسكراب واشتراك في قناة فعل الجرس. ده اعمل منك الوجودة بنحاول نقدمها وشكرنا. اشتركوا في القناة